نسبة أربعة ونصف في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أو ما يعدل خمسة مليارات ونصف المليار دولار هي الفطورة التي قد تتكبدها الهند بحلول عام 2030 بسبب الآثار المدمرة للتغير المناخي وفقاً لتقرير لبنك الاحتياطي الهندي ارتفاع درجات الحرارة ومستويات الرطوبة سيكلف الهند الآلاف من ساعات العمل المهدرة في قطاعات تمثل عصب البلاد الاقتصادي في الحقول الزراعية سيؤدي تغير المناخ إلى تعديل دورات المحاصيل بشكل مستمر وانخفاض الإنتاج الزراعي وبالتالي تراجع عوائد التصدير وارتفاع معدلات التضخم في البلاد بسبب شح الغذاء حتى لو أن الأمر يتعلق بالتنمية فنحن من سيدفع الثمن وقد تكون هذه حجتنا لعدم معالجة مشكلة التلوث ومصادر الطاقة الملوثة للبيئة يجب علينا أن نتعلم لكن لا يبدو أن ذلك سيحدث قريباً سيتطلب الأمر المزيد من الكوارث سننجح فقط عندما يهتم الرأي العام بقضايا البيئة أما فيما يتعلق بالصناعة فالإسرع بالتحول من مصادر الطاقة المدرة بالبيئة لأخرى نظيفة قد تجنب البلاد فاتورة ارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض الأرباح فيشير التقرير إلى أنه على الرغم من ارتفاع تكلفة هذا التحول في الوقت الحالي فعلى المدى البعيد سيصب في مصلحة البلاد الاقتصادية قطاع الخدمات بدوره سيعاني بسبب زيادة الضغط على المنشآت الصحية وقطاعات السياحة والسفر والنقل والتعليم كما يمكن أن تؤدي المخاطر الصحية إلى تراجع طاقة الموارد البشرية أو التسبب في موجات هجرة بعيداً عن المناطق الأكثر عرضة للمخاطر المناخية كالفيضانات والحرائق الحكومة بالفعل بدأت بعمل ما يلزم للحد من الاحتباس الحراري والتغير المناخي والحكومة تدرك ذلك وتبذل ما بوسعها لكن هذه القضية ليست مشكلة الهند وحدها هي مشكلة عالمية ويجب على العالم أجمع حلها وحكومتنا تساهم في هذه الجهود وفي حين أن المخاطر البيئية لا تعنى بالحدود الدولية فإن الخطوات الصغيرة التي تتخذها الدول النامية كالهند يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً وطبقاً للتقرير فإنه من بين الانبعاثات الكربونية السنوية الحالية في البلاد يمكن معالجة نحو أربعين في المئة منها عن طريق استبدال الوقود الأحفوري بمصادر الطاقة المتجددة وخمسة عشر في المئة أخرى عبر التحول إلى السيارات الكهربائية والأجهزة الموفرة للطاقة ومع ذلك فإن نسبة خمسة وأربعين في المئة المتبقية تتعلق بالقطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها مثل الصناعات الثقيلة وتربية الحيوانات والزراعة في دولة محاصرة بين رغبة ملحة في النمو ومخاوف من تفاقم أزمتها البيئية كريم ناصر اسكا نيوز عربية نيو دالي